السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع المصارع ويطرى مين فينا اللي هيكون المصارع مين اللي هيقدر يتغلب على الشيطان في كل الجوالات اللي هنخضها في الشهر الكريم ده ربنا يا رب ينصرنا على الشياطين الإنس والجن ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إنه وليه ذلك والقادر عليه اللهم أمين أخوي وحبيب أخت الفاضلة كلمنا في الحلقة الماضية بتاعة مبارح عن أعرف عدوك وعرفنا بعض المعلومات عن الجن والشياطين تعالوا نكمل معلوماتنا عشان عايزين نجمع أكبر قدر من المعلومات نعرف قدرات الجن قدراتهم ومواطن ضعفهم ومواطن قوتهم عشان نقدر نخش قدام الخصم وإحنا مازلنا على حلفة المصرعة وعايزين بجد نلاقي فينا مصرعين أقوياء أقوياء بعقدتهم وإيمانهم بالله واتباعهم لرسول الله وبطاعتهم وعبادتهم لله وربنا هيكرمهم بفضل الله سبحانه وتعالى ويجمعنا وإياكم على الخير دائما تعالوا نسأل سؤال هل الصالحين من الجن هل الجن أصلا فيهم صالحين أي نعم فيهم صالحين مش كل واحد من الجن لابد أنه يكون يعني فاسد وأنه بيغوي الناس وبيأذيهم ولذلك سبحان الله يعني النبع السام حينما قال إذا كان أول ليلة رمضان صفضت الشياطين ومرضت الجن الشيطان ده هو الجن الكافر ومرضت الجن اللي هما بيأذوا خبالك إنما الجن المسلم الطيب اللي بيعبد ربنا اللي بيتبع نبينا لأن النبي أرسل إلى الجن والإنس خدوا بالكو حبيبي فمش كل الجن بيصفض ويسلسل في شهر رمضان لا الشياطين اللي هما الكافر ومرضت الجن اللي بيوسوسوا ويأذوا واضح إنما التانيين اللي ما بيأذوش اللي بيعبدوا ربنا اللي بيحبوا نبينا صلى الله عليه وسلم دول ما بيتسلسلوش في رمضان لأنهما عمرهم ما بيأذوا مسلم وعمرهم ما بيعينوا على معصية ربنا سبحانه وتعالى بإذا الجن المؤمن ربنا بيحبوا ويرضى عنه ويدخلوا الجنة والجن الكافر ربنا بيبغضوا ويلعنوا ويدخلوا النار ايه الدليل عايزين الكلام ده كله بدليل اسمع لكلام ربنا سبحانه وتعالى قال جل وعلا لأم لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين هتتملي من الكفرة من الإنس والكفرة من الجن وقال جل وعلا ولقد ذرقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس أما عن الدليل بقى على دخول الجن المؤمن إلى جنة الرحمن قول المولى عز جل ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي ألاء ربكما تكذبان ومن المعلوم من سياق الآيات اللي قبلها إن الخطاب هنا كان للإنس والجن السؤال اللي بعده عقائد الجن وديانتهم عايزين نعرف هم كلهم كفرة ولا في منهم كفرة وفي مسلمين حياة الجن زي حياة الإنس في مسألة العقيدة فمنهم المسلم في الجن حياة الجن يا جماعة في منهم المسلم والنصراني واليهودي والبوزي والسيخي والهندوسي ويعني على كل لوني ما تستزاويله وحتى في مجال المسلمين من الجن برضو في منهم المبتدع والسني والصوفي والشيعي والقدري والمرجئي ومنهم الطائع ومنهم العاصي ومنهم المسلم ومنهم إلى غير ذلك منهم يعني هم أصناف قال جل وعلا حاكينا على لسان الجن وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قضدة يبقى إذن الجن زي حياة الإنس بالزبط هم كمان عايشين عقائدهم ما بين المسلم والكافر والسن والمبتدع إلى غير ذلك كل ده موجود في عالم الجن طيب يا طرى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم هل بلغت إلى الجن؟ نعم بلغت دعوة النبي إلى الجن لأن النبي بوعثة رحمة للعالمين للجن والإنس والمؤمن والكافر إيه الدليل على وصول دعوة النبي للجن قول المولى عز جل قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا كرآنا عجبا يهدي إلى الرجل فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فده يثبت بلوغ دعوة النبي للجن وكان بيحصل أحيانا أن يخرج إليهم النبي ويذهب إليهم ويدعوهم وكانوا يأتوه صلى الله عليه وآله وسلم ويسمعون منه الكرآن بأبي هو وأمي ونفسه وروحي صلى الله عليه وسلم سؤال بقى في غاية الخطورة الشيطان ممكن يسلم يعني أنا الموضوع ده بيفكر بموقف كده جويل جدا هقوله بس بعد بتصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم واحد مرة في صلاة في صلاة من الصلاة الخمسة واقف بيصلي فوقف جنبه واحد يعني شوية متكبر حبتين وقومه يعني ايه ومش عايز يحط انت عارف في يعني ايه ناس بتبقى صعب أو يعني ايه مش عايز يلمس رجليه في رجل أخول لجنبه فراجل بقى له يا اخي قرب رجلك مني بس عشان نسد يعني ما بقاش فيه بس فرجة بيني وبينك قال له وانا ما بحبش حط رجلي جنب رجلي حد فقال له يا اخي بس بنلعلك حط رجلك قربها مني قال له طب قربها منك لإقنعني قال له عشان الشيطان ما يخشش بيننا قال له يا عم خليه يخش يمكن ربنا يهديه وقبالك يعني صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم بشاهد في الموضوع ان السؤال بقى هل ممكن الشيطان يسلم ولا مش ممكن طيب نفسر الموضوع بحكتين صغيرين او لقسموا حكتين الشيطان الكبير اللي هو إبليس إبليس الذي يطرد من رحمة ربنا ومن جنة ربنا سبحانه وتعالى دوت لا يمكن أن يسلم قولي تهتقفلها في وشه ليه مش عالي اللي مقفلها في وشه هي أصلا هو يعني ايه يعني ربنا حكم عليه بكده ربنا حكم عليه مدومت انت عصيت أمره تكبرته قلت أنا خير منه خلقتني من ناره وخلقته من طين خلاص فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنات إلى يوم الدين خلاص انت ايه ملعون إلى يوم الدين فربنا اللي طارده من رحمته فدوت لا يمكن أن يسلم لأن الذي حكم عليه بأنه لن يسلم هو الله سبحانه وتعالى هو الذي حكم على إبليس أنه لن يسلم أما بقيت الشياطين بقى هل ممكن يسلموا ولا ممكن ما يسلموش اختلف أهل العلم بعضهم بيقول لا ممكن يسلم طب إيه الدليل قالوا حاجتين حاجة الأولية إن سيدنا النبي على السلام لما تكلم مع عمنا عائشة في يوم الآن حصل ما بينهم حوار فبيقول لها أجاءك شيطانك يا عائشة قالت وهل كل إنسان شيطان قال أجل قالت حتى أنت يا رسول الله أنت كمان معك شيطان قال أجل غير أن الله قد أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بكل خير خد بارك أو خدوا بالك فإذن فقالوا طب الشيطان اللي كان معناه بأسلم طيب والحاجة التانية قالوا إبليس نفسه قبل ما يكفر ما كان مسلم وكان بيعبد ربنا وكان من المقربين وكمان كان ربنا مخليه عايش في وسط الملايكة بيعبد ربنا واضح قالوا دول دليلين على إن الشيطان ممكن يسلم لكن في الوقت تاني قالوا لا مش مع أي حد ده كان الأمر ده خاص بالنبي هو أسلم لإن ده النبي ولذلك يا جماعة سبحان الله يعني لما تبصت شوف هو مين كان أكتر واحد في الأمة إيمانه عالي جدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر رضي الله عنه وارضاه هو سيدنا عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب اللي النبي قال له إيهن يا ابن الخطاب فوالذي نفسي بيدي ما رأاك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك الشيطان كان بيخاف منه كان بيشوف سيدنا عمر ماشي من طريق إيمش هو من طريق تاني وعلى رغم من كل دوت الشيطان اللي كان معاه القارين اللي كان معاه ما أسلمش وخبالك يعني سيدنا عمر ما قدرش يؤثر عليه أنه هو يسلم فدل هذا على أنه مش أي حد ممكن أنه يؤثر على القارين بتاعه فيسلم يبقى فريق قال إنه ممكن يسلم لأن القارين اللي كان مع النبي أسلم ولأن إبليس نفسه قبل أن يكفر كان مسلما وكان مؤمنا والفريق التاني قال لا وأما عن نفس أنا لو سألتني أقولك أنا متوقف في المسألة ديت فربنا يجمعنا أو يجمع الخير لكن بندعوه وبنسأل المولى عز وجل الهداية لكل شياطين الإنس والجن إن ربنا يكرمهم ويعبد ربنا ويوحد ربنا سبحانه وتعالى تعالى نشوف معلومة تانية عجيبة جدا عن سرعة حركة الجن وانتقالهم من مكان لمكان ومن بلد لبلد في سرعة تفوق الخيال هديك مثال بسيط جدا سبحان الله سيدنا سليمان طبعا عارف سيدنا سليمان عليه السلام لما أراد إنه يحضر عرش بالقيس اللي ملكة سبق هو كان سيدنا سليمان قاعد فين كان في بيت المقدس وبالقيس دي فين كانت في بلاد اليمن شوف المسافة دي ألاف الكيلومترات فعايز يجيب العرش قال لهم أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين لأن لو خلاص أسلموا هو لا يحلوا لو أن يأتي بأي شيء من ممتلكتهم فقال لهم أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريتهم من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين أنا قبل ما تقوم من مكانك كده سيدنا سليمان أنا هكون جبت لك العرش رغم أنه كان موجود في مكان مقفول عليه السبعة بواب قال له هجب لك العرش الحد عندك قبل ما تقوم من مكانك راح جني تاني قال له لا 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 ده أنا عندي سرعة أكتر من كده قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد عليك طرفك لو غمضت عنك كده وقبل ما تفتح هيكون العرش قدامك فلما رأاه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي يا سلام ليبلوني أشكر أم أكفر الله أكبر فالجن جاب لسيدنا سليمان عرش بالقيس من بلاد اليمن لحد ما وصله له عند بيت المقدس في طرفة عين عشان تعرف عدوك أديه قوته سرعة انتقاله أديه سرعة حركته عشان أنت لازم تكون فهم كل قدراته ومكاناته لأنك أكيد لازم هتكون المصارع تعالوا نعرف عدونا أكتر وأكتر ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وشفاعنا وأسوتنا وكدوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرحبا بإخواني وأخواتي مرة أخرى مع المصارع وتعالى أعرف عدوك واحد يقول لي بقى نحن يعني الموضوع بقى صعب اوه احنا عرفنا إمكانيات عجيبة جدا عن الجن فازاي هنعرف المصارع الجن ده انت أقوى شيء في الكون ده كله إذا استعنت بالله لو كان ربنا معاك هيعينك على كل أعدائك وهينصرك انت انصر الله هينصركم ويثبت أقدامكم سبحانه وتعالى هو القادر وهو القاهر فوق عبادي السؤال اللي عايزين نسأله هو الجن بالقدرات الفضيعة اللي احنا سمعناها دي كلها والقدرات الخارقة اللي احنا ما كناش تخطر على بلنا هل يقدروا فعلا انهم ما يأتوا بالمعجزات تخيل مع كل اللي انا أرثبو لك عن الجن ده كله ما يقدرواش يأتوا بالمعجزات إلا في حدود الإمكانيات اللي ربنا ادهالهم كبالك ربنا تحدى الجن والإنس على أن يأتوا بصورة من الكرآن فعجزوا والتحدي قائم من 1400 سنة إلى يوم القيامة وعجزوا وسيعجزوا خبالك طيب ولما زعم بعض الكفار أن الكرآن ده من صنع الشياطين قال جل وعلا ردا عليهم وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون خبالك طيب تعالى نشوف هو النبي عليه السلام لما قال الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم هو كان إيه مناسبة الكلام دوت المناسبة الحديث في الصحيحين إن النبي كان معتكب في المسجد صلى الله عليه وسلم فجاءته زوجته صفية فخرج النبي عشان يوصلها صلى الله عليه وسلم فوقف معاه وهي لابسة نقاب فما حدش عارف دي مين فاتنين من الصحابة معديين فلما النبي شافهم خاف إن الشيطان يقذف في قلوبهم أي حاجة فيظنوا بالنبي ظن السوق فيكفره لأن لو إنسان ظن بالنبي ظن سوق يكفر بالله سبحانه وتعالى لأن ده النبي ده المعصوم صلى الله عليه وسلم فقال لهم على رسلكم على رسلكم إنها صفية قالوا سبحان الله يا رسول الله أفيك نشك معقول إحنا نشك فيك يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدام من العروق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم فعلا كما قال جل وعلا بالمؤمنين رؤوف الرحيم بيقول عن النبي إن هو فعلا بالمؤمنين رؤوف الرحيم خاف عليهم مش خايف منهم خايف عليهم لحسن يسيء الظن بالنبي فيكفروا بالله سبحانه وتعالى عايزة أقول لك حاجة بقى صغيرة خالص كلنا سمعنا عن العقد اللي بيعملها الشيطان على مؤخرة رأس كل إنسان على وجه الأرض خصوصا المسلم يعني العقد اللي بيعملها على مؤخرة رأس الإنسان المسلم كل ليلة كم عقدة ثلاثة بيعمل إيه بيجي عند مؤخرة رأس كل مسلم وكل مسلمة ويربط عقدة ويروح خابط عليها يقول نم عليك ليل طويل فرقد اوعى تقوم وملابة العقدة التانية ويقول عليك ليل طويل فرقد ويدرب على عقدة ديت والثالثة عليك ليل طويل فرقد فإذا قام الإنسان ده مين لقال الكلام ده ده النبي النبي والحديث في البخاري والمسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم كل ليلة إذا هو نام ثلاث عقد يقول عليك ليل طويل فرقد فإذا قام العبد فذكر الله انحلت عقدة فإذا توضأ انحلت الثانية فإذا صلى انحلت عقده كلها فأصبح طيبا نفسي نشيطا وإلا أصبح خبيثا نفسي كسلانا يا سلام يعني عقد الشيطان ديت ممكن تتحل بثلاث حاجات دولات آه لأ ده نقول لك كمان عشر حاجات يحموك من عقد الشيطان أول ما تقوم منهم وتمذكر ربنا تقوم لا إله إلا الله أي حاجة سبحان الله الحمد لله أي ذكر الله سبحانه وتعالى مجرد ما تقوم منهم وتقوله تتحل عقدة مش النهاردة اللي واحد ممكن إله بالليل فأول ما يقوم يقوم باصس على الموبايل ويشوف كم ميز دي كل وكم ميسج وكم رسالة وكلام ده كله يبص بدل ما يذكر ربنا بدل ما تنشغل بالموبايل وتنشغل باللابتوب وكلام ده كله قوم حرك لسانك بذكر الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنوا القلوب يا سلام قلوب بتحب ربنا سبحانه وتعالى فتقوم هتذكر ربنا تحلت عقدة التاني قوم توضى تحلت التانية ما شاء الله صلت ركعتين خفاف انحلت العقد كلها فأصبحت طيبا نفس نشيطا لأ ده في ناس ما بتصليش خالص وكل يوم الشيطان بيعقد على قافية أحدهم تلت عقد يعني في الشهر تسعين عقدة يعني في السنة الف عقدة يعني ما شاء الله هنا بقى استيريو ربنا عافينا عافيك فالتخيل بقى انما المسلم ما شاء الله العقد بتاعته ما بتتعملش ولو تعاملت بتتفكي بسهولة طب تعالى أقول لك عن عشر حاجات وبالله عليك لو معاك وراء وقلم اكتب ورايا عناصر سريع جدا لو عملتها بفضل الله تحميك من كيد الشيطان لا يمكن يكون الشيطان لي عليك سلطان في أي ليلة من الليلة اللي هتنامها رقم واحد عد معايا الوضوء قبل النوم قبل ما تنام اتوضى المؤمن دايما طاهر عشان لما هتتوضى ربنا هيكرمك والملك هيدعيلك لحد ما تصبح بفضل الله تاني حاجة توتر قبل أن تنام يقول ابن عمر ما أصبح رجل على غير وطر إلا أصبح على رأسه جرير قدر سبعين ذراع جرير اللي هو الحبل الذي يخطب به البعير قدر سبعين ذراعا عشان إيه الشيطان يمسك بزمامه ويحركه كيف يشاء يبقى توتر قبل أن تنام طب أنا صليت العيشة وصليت الشفع والوطر ماشي خلاص ما توترش مرة تانية إنما حبيت أخر الوطر أو الوطر إلى قبل الفجر ما فيش مشكلة يبقى أجمل وخبالك إنما اوعى تنام من غير ما توتر ولو صحيت يعني إما توتر بعض العيشة ثالث حاجة تجمع كفايك وتقرأ فيها المعوذات ثلاث مرات قل هو الله أحد قل أعوذ ورب الفلق قل أعوذ ورب الناس تنفذ في كفايك وتمسح على جسدك وتبدأ برأسك تمسح بجسع على جسدك كده كل ما استطعت اللي الطول من جسمك تمسح به وخبالك ونصحتي بقى جمع زوجتك وولادك كل ليلة قبل ما تنام جمع زوجتك وولادك قل معوذات كل هو الله أحد قل أعوذ ورب الفلق قل أعوذ ورب الناس اقرأ وانفذ في كفك وامسح على جسمك وعلى زوجتك وعلى أولادك يبقى أنت كده رأيت ولادك ونفسك وزوجتك ما شاء الله اعمل المعوذات ده تلات مرات يبقى أول حاجة وضوء قبل ما تنام تاني حاجة الوتر تالت حاجة تنفذ في كفايك المعوذات تلات مرات وتمسح جسمك رابع حاجة تقرأ آخر أيتين من سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه كفتاه من شر من كل شر كما قال ذلك المابل بن القيم قال الصحيح كفتاه من كل شر يؤذين قبالك رقم خمسة تقرأ أي سورة من كتاب الله وليه كانت سورة صغيرة ليه قال لك لأن النبي قال ما من امرئ مسلم يأخذ مجعه فيقرأ صورة من كتاب الله إلا بعث الله ملكا يحفظه من كل شيء يؤذي حتى يهب والحديث رواه التلمذي وحسن الحافظ بن حجر في تخريج الأذكار رقم ستة تقرأ آية الكرسي وانتو فاكرين قصة سيدنا أبو هريرة مع الشيطان لما الشيطان قال له لو قارتها يعني لا يقربق الشيطان وحتى تصبح فقال النبي لأبي هريرة صدقك وهو كذوب هو فعلا الكلام اللي قاله ده هو صدق رغم أنه كذب بس الكلام ده كان صدق واضح كده رقم سبعا يسبح ربنا تلاتة وتلاتين وتحمد تلاتة وتلاتين تقول سبحان الله تلاتة وتلاتين مرة الحمد لله تلاتة وتلاتين مرة الله أكبر أربعة وتلاتين مرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة وقال لعليه فذلك خير لكما من خادم اللي تعبان في شغل البيت واللي تعبان من شغله برة لما يقرأ ويسبح ربنا قبل ما ينام تلاتة وتلاتين ويحمد تلاتة وتلاتين ويكبر تلاتين يعينه على شغل التاني يوم فلا يشعر بأي تعب ولا ملل رقم تمانية تضع يدك اليمنى تحت خدك الأيمن وتنام على جنبك الأيمن وتقول الآتي تقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فرحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين رقم تسعة تقول بسم الله وضعت جنبي اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندى الأعلى رقم عشرة تذكر ربنا الحد ما تروح في النوم يا سلام إبا آخر من تذكره هو حبيبك جل وعلا وأول من تذكره حين تصبح هو حبيبك جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح إذا أول إنسانه إلى فراشي ابتدره ملك وشيطان ركز معي يا حبيب قلبي في الحتة المهمة ديت الإنسان لما يجي ينام بيجيله ملك احفظ الحتة دي وشيطان اللي الاتنين بيجيوله في فوقت واحد يقوله الملك اختم بخير ويقوله الشيطان اختم بشر الملك بيقوله اختم بأي حاجة فيها خير اذكر ربنا احمد ربنا استغفر اقول دعاء اوعى تنام وقتول حاجة شر خلي آخر حاجة بتعملها هي الخير والشيطان يقول لا اختم بشر اقول اغنية اقول نكتة اقعد تفرج على كليب اعمل اي حاجة اللي مما قبل ما تنام اعمل معصية يقول لك النابعصة بقى فاذا ذكر الله حتى يغلبه يعني ايه يغلبه النوم طرد الملك الشيطان الملك بيطرد الشيطان وبات يكلأه حتى يصبح فاذا اصبح تكرر المشهد جاء الملك والشيطان الملك يقول افتح بخير والشيطان يقول افتح بشر فاذا ما ذكر العبد ربه جل وعلا طرد الملك الشيطان وبات طول يوم يحرص هذا العبد بفضل الله سبحانه وتعالى اخويا وحبيبي عايز اقول لك حاجة قبل ما نختم حلقة النهاردة على اد ايمانك بالله وعلى اد خوفك من ربنا وعلى قدر قربك من ربنا الشيطان يخف منك وذكرت لك الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ايه يا ابن الخطاب فوالذي نفسي بيدي لا ما ما رأاك الشيطان وسيليك كم فجا الا سلك فجا غير فجك وعلى قدر ذنوبك بقى في المقابل وعلى قدر ذنوبك واثامك هيتسلط عليك الشيطان يذكر في قصص بني اسرائيل ونختم بالقصة دي سريعا كم في رجل سمع عن شجرة بتعبد من دون الله الناس بيروحوا للشجرة دي بيتبركوا بها ويعتقدوا انها بتأتي بالنفع والضر من دون الله وكانوا بيعبدوها من دون الله غضب وراح ايما عشان يقطعها فلقياه الشيطان في سلط رجل رايح فين قال له رايح اقطع الشجرة ليه قال له بتعبد من دون الله قال له طب رايح دماغك خد بس خد مني كل يوم دينارين دهب مرتاح وسيب الشجرة وما تشغلش بالك قال له يعني هتديني كل يوم قال له كل يوم دينارين دهب فعلا في اول يوم وتاني يوم وتالت يوم بقى يبعط له كل يوم دينارين ايه دينارين دهب في اليوم الرابع راح اقطع عنه الدنارين الدهب في المرة الاولية لما الشيطان قابله وقال له يا مش عايز ذهب ومش عايز ايه وكم ده كونه ده أنا رايح اقطع الشجرة ديت قال له ما تقدرش قال له مين اللي همنعني قال له انا همنعك فالرجل راح ظهر بالشيطان وموقعوا وصرعوه على الارض يعني الرجل قدر يتغلب على الشيطان ووقعوا على الارض فالشيطان قال له خلاص نتصاف ونتصالح بدل ما تروح تقطع الشجرة خد مني كل يوم دينارين من الدهم فقال له طب خلاص هتضمن تديني كل يوم دينارين قال له كل يوم دينارين الدالي اليوم الاولاني والتاني والتالت في الرابع رح اقطع جي الراجل رح واخد باقي الفاس وراح رايح عشان يقطع الشجرة فقابله الشيطان رايح فين قال له راح اقطع الشجرة ليه قال له بتعود من دون الله قال له طب يعني مش هتروح تقطع انا همنعك قال له ما تقدرش قال له ازاي قال له هاد رأى المهم مسك الشيطان راح الشيطان تصارعه فراجل استغرب قال له ده أنا في المرة الأولية أنا لصرعتك والمرة دي أنت صرعتني ليه قال له المرة الأولية أنت كنت جاي غضبان لله فصرعتني أما المرة دي فعشان أنا أطعت عنك الدينارين فجيت عشان غضبان عمل أجل المال فعشان كده ربنا قدرني أن أنا لأصرعك أنا شيطان أردت أن تعبد هذه الشجرة فعلى قد زنوبك وآثامك هيتصلت عليك الشيطان وعلى قد طعتك وقربك من ربنا أنت لا تنتصر عن شيطان إن شاء الله هتكون أنت المصارع وهتنتصر وإن شاء الله ربنا يجمعنا في الجنة أخويا وحبيبي حبكم في الله أسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا أصطر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حصنا الخاتمة اللهم أصطرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اجمعنا على حوض النبي محمد لننشرب من يده الشريف فتشربة هنيئة مريئة لا نضمأ بعدها أبدا واختم لنا بالصالحات أعمالنا يا رب العالمين واجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى عليه وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عايشين سنين العمر التصارع من دوامات الدنيا والشاوات